لو تكلمنا عن إبراهيم المريسي نفسه شو أكثر الصفات اللي أنت تحبها بنفسك؟ أفضل صفة عندي النسيان نعمة من رب العالمين يا أخي أنا أنسى بطريقة فضيعة أشوف الشيء المهم اللي أنا أبقى أذكره أذكره الشيء اللي بالنسبة لي عادي أنساه مو بقى طنش أنساه يعني بقول لك مثال عمر ولدي ما عارفه أنا توقع ستة سابعتية ما عارف كم شهر كتام سنة كم ما عارف متى تزوجت إبراهيم ما عارف الله مالك الحمد ومراشد رب العالمين رزقني في وحده نفسي متى تزوجت تنسى برضه مو بتنسى شيء مش مهم بالنسبة لي لشي أذكرها عرفت شو بيسوي لي إذا ذكرت أنا متى تزوج بيغير حياتنا الزوجية ما بيغير شيء بس بجرد رقم فنعمة النسيان هذه أنا أشوفها نعمة من رب العالمين مثلا شيء ضايقني اليوم بكرة أنا ما عارفه يعني ما عارف شو تغديت يعني ما عرفت أمشي على الله أعرفت فهذه أحد الصفات اللي أنا أحبها ثاني شيء الصفة اللي أنا أحبها مستحيل أني أكره حد ما أحب أكره يعني تلوشوه والله العظيم والله العظيم لو أكره شخصنا أن تشوفني خلال كل صلواتي أدعي له عشان ما أكره أدعي له أقول الله يوفق أعرفت ما أبغي أكره حد يعني بقولك مثال يعني أحد توفق في الشيء الفلعاني مثلا سبحان الله تجي غيرة من داخل هذه مبيدك طبيعي أي فقعد أقناع نفسي أخي رزقه يا من رب العالم بتمنع رزقه اللي يعطى رب العالم رزقه هذا وصلا فأرد أروح أدعي له الله يوفقه الله يغنيه الله يرزقه الله عرفت في أشياء تصير داخل القلب مبيدك مثل ما أنت تشوف شخص تحب منوى النظر ترتاح له عرفت في شخص ما تبلعه ما منوى ما تشوفه سبحان الله من داخلك مبيدك فأنا ممن من الناس اللي إذا كرهت حد أحب أني أضايقه أو أضره أو مثلاً أني أتمنى للشيء لا أحب أني أرقد كل يوم أنا أعلم سادة وأن حد علي يعني داخل قلبي الذر ما أبغي الله يسهل الله يحفظ الله يسامح إن كان ينظرني الله يسامح أحد لفعلي في السيارة لا شو يسامح شو يسامح برجع بعاندي يعني شو أوكي بعانفست بوصل لأخر الشعر بكرموني أعرفت فداخلي أقنع نفسي داخلي فهي الصفتين اللي أنا أحبهم فيني اللهم لك الحمد وإن شاء الله ما تتغير يعني